حركة الإخوان المسلمين كما نعلم جميعاً نشأ في مصر ثم بدأت بعد ذلك تنتشر إلى الأقطار المجاورة ابتداء في السودان وفي ليبيا وفي العردن وفي سوريا ثم بدأت تنطلق إلى باقي الأقطار فبالنسبة لليبيا أذكر أن بداياتها كانت عن ثلاث طرق الطريق الأول كانت عن طريق المدرسين المصريين الذين أتوا لتدريس في ليبيا وكان منهم ناس منتمين لحركة الإخوان المسلمين فهؤلاء عملوا على نشرة الإخوان ورأي الإخوان وأفكار الإخوان المصري الآخر كان عن طريق الطلب الليبيين الذين ذهبوا للدراسة في مصر واتصلوا بحركة الإخوان في مصر الطريق الثالث كان هذا خاص بمدينة بنغازي بالذات وهو مجيء ثلاثة من الإخوان الذين خرجوا من مصر مهاجرين أو فاررين من الاتهاد ومن الظلم الذي وقع على حركة الإخوان المسلمين في عهد النقراشي الذي اتقل الإخوان الذين كانوا يقاتلون اليهود وزج بهم في السجون ثم لاحق أفراد الجماعة وبعد ذلك جاءت حكومة إبراهيم عبد الهادي وقامت بدور أشد في ملاحقة الإخوان بعد مقتل في المقراشي فكان لهؤلاء الثلاثة وحقيقة أبرزهم في هذا النشاط الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم الموجود حاليا في الإمارات وهو مستشار عند الشيخيات الثالث ودكتور عز الدين إبراهيم قام في ذلك الوقت كان على ما أذكر لم يتخرج من الجامعة أو كان كحديث التخرج ما أذكر بالضبط وكان صغير في شعب السن يعني ولكن كان لديه من الثقافة الإسلامية ومن الإطلاع بحيث تمكن أن يقوم بالدعوة في المساجد في بنغازي وبالذات في مسجد الدراوي في منطقة تركينة حيث تجمع حوله معظم أو كثير من شباب بنغازي ممن أصبح بعد ذلك لهم شأن في الدولة كعبد المولى تغمان كان أصبح بعد ذلك مدير الجامعة الليبية ودكتور مصبح العريبي كان عميد أصبح عميد كلية التجارة وفتح جهودة كان وزير الإسكان وطهر الشريب بن عامر كان أصبح وزير في أحد القذافي ومجموعة كبيرة من هؤلاء الشباب يتصلوا بالأستاذ الدين إبراهيم ومتصلوا بحركة الإخوان حقيقة العمل لم يكن منظم كحركة إخوان منظمة مرتبة إنما كانت هي الجانب العاطفي هو الأكثر سيادة في هذه الاتصالات وفي هذه المشاطات وكان مدير البوليس في ذلك الوقت في إنجليزي كان يلاحق الدكتور عزدي مرهيم وينكسر له رسائل ويرفت نظره بأنه ما يقومش بأي نشاطات في بنغازي في ذلك الوقت طبعا هم لما جاءوا إلى بنغازي لجأوا إلى قصر المنار قصر الملك وطلبوا اللجوء وطلبوا الحماية من الملك والملك أمر ببقائهم في داخل القصر بقوا في داخل القصر على ما أذكر حوالي ستة أشهر وكانت الحكومة المصرية طالبت بتسليمهم وأرسلت رئيس البوليس السياسي أو مدير القلب السياسي على ما أذكرنا اسمها أحمد الجزار لمحاولة اختطافهم أو قتلهم ولكن الملك أبقى عليه في داخل القصر وبهذه الفترة حتى هدهت الأجواء رغم أن الحكومة المصرية قامت أيضا باعتقال بعض الفجار الليبيين كنوع من المساهم ومع ذلك الملك أصر على أن يبقى وأن لا يسلم أوليه الحكومة المصرية فكان من الدكتور أز الدين إبراهيم هذا النشاط الجيد في بلغازي كان يخطب الجمعة ولأول الناس عندنا يعني الناس يعني لم يألفوا أن أحد يعني يقف ويخطب ويتحدث هكذا ارتجالا يعني تعودوا على الإمام المسيح معه دفتر يقرأوا منه يتحدث عن الله مصر سلطان المسلمين وعساكره وجنوده مثلا يتحدث عن عهد الخلافة الخلافة غلت واندترت فكان هذا النشاط المميز للدكتور أز الدين إبراهيم والتبفى حوله الكثير من الشباب وكثير من أهل بنغازي أحبوه وأحبوه حركة الإخوان ودعوة الإخوان من قلال الدكتور أز الدين إبراهيم هذه كما قلت هذه هي الجهات الثلاثة أو الطرق الثلاثة التي بدأت بها حركة الإخوان المسلمين وانطلقت في عدة مدن في الزاوية وفي طرابلس وفي بنغازي وفي درنا وفي بعض المدن الأخرى لكن لم يكن هناك طراب التنظيمي بالمعنى المفهوم الآن لأن هناك قيادة واحدة وكذا لكن كانت فيه نشاطات تكلم أسر نجتمعه ونقرأ القرآن ونقرأ بعض الكتب البسيط لأنه لم تكن لدينا كتب كان الكتاب في ذلك الوقت لم يكن بهذه الطريقة موجود بها الآن لم تكن هناك الكتب وإنما كان بعض الكتب التفسير أو معلومات الإسلامية أو معلومات الشرعية كانت معلومات بسيطة ومحدودة هذا هو النشاط الذي كان موجود وأثر دكتور أزدين إبراهيم كما قلت في الجو العام لدرجة أن حواطف الناس كانت كلها مع الإخوان لدرجة أذكر أنه بعد قيام الثورة ولما بدأ الصدام بين الإخوان وبين الحكومة في مصر الناس في ليبيا أو أنا أذكر في بنغازي لم يكن الناس يتقبلوا أي كلام عن الإخوان وكان منذوق القنصلية المصرية أو الصفقة القنصلية المصرية في ذلك الوقت كان يقوم بتوزيع منشورات تذكر أن الإخوان عملاء للإمجليز ويذم الإخوان فكان أي واحد يمسك المنشور مجرد يقرر هذا كلام يرمي عليه يرف الورقة ويرميها عليه ويقول كذبين أنتم الإخوان دائما يمكن أن يقوموا بمثل هذه الأعمال طبعا بعد قيام الثورة في مصر في سنة 53 تقريبا سافر الدكتور أزد المهم إلى مصر وباقي الشباب الذين اتصلوا بهذه الحركة كانوا يقومون بنشاطات الإخوان العادية التي هي الأسر واللقاءات ولكن لم تكن لدينا القيادات الكبيرة في السن أو العلماء المتخصصين في الدرسات الشرعية والفاهمين للدعوة وإذا لم تتيسر لحركة الإخوان في تلك الفترة ريادة تستطيع أن تجمع الشباب كلهم في تكوين واحد أو في تنظيم واحد وظلت مجموعات من الشباب متفارقة في المناطق المختلفة ولكن بعد فترة بدأت تنتظم الحركة خاصة بعد افتتاح الجامعة الليبية وافتتاح كلية الأداب ومجيء الإخوان من طرابلس فاتصل الإخوان من طرابلس وأبلغ الإخوة في بنغازي بأن في فلان وفلان أخلاء من الإخوان بدأت عملية الترابط بين طرابلس وبين بنغازي والاتصالات وأي شاب يأتي من طرابلس يتصل بالإخوة في بنغازي أو أي أخ يذهب من بنغازي إلى طرابلس يتصل بالإخوة في طرابلس هذه كانت البدايات في تكوين حركة الإخوان المسلمين في ليبيا على ما أذكرها بعد هذه الأزمنة الطويلة فات الآن يقل عن خمسين سنة أو وفتر حسناً ه 명ع المسلمين في لطرابلس اشتركوا في مصورة أخريق جاء أين أحسناً أحسناً فلسل لطفالس أن نخشق اليساً أتحدث